لعالمنا قطة زمانية مفجعة وهي التجاوز عدد الوفيات الناجمة لإصابة بفاروس كورونا جديد مليوني شخص ومن المواسف أنه ينقصنا تنسيقه لجهود المشتركة وذلك فاقم تأثير الفتاك للوباء ولحياء ذكرى الأرواح المفقودة يتعين على المجتمع الدولي زيادة جهودها الرامية إلى تضامن وتعاون في مكافأة الوباء ولقد حان الوقت منذ بداية العام شهد عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 زيادة مستمرة وارتفع عدد الوفيات وفقا للإحصاءات مات أكثر من 11.900 شخص كل يوم بسبب فيروس كورونا الجديد وأصبح الوضع الوبائي أكثر تعقيدا مع ظهور متحورات الفيروس فبعد أن اكتشف متغير جديد من فيروس كورونا ببريطانيا في نهاية عام 2020 تم تسجيل إصابات مؤكدة به في العديد من البلدان والمناطق حتى اكتشفت متغيرات أخرى من الفيروس ويتوقع الخبراء ظهور مزيد من متحورات الفيروس في المستقبل هذا وأشار مدير المكتب الإقليمي لمنظمات الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج إلى أن متحورات الفيروس أكثر عدوى وستؤثر بشكل أكبر على النظام الطبي المجهد بالفعل إذا لم يتم تعزيز السيطرة عليها ناهيك عن تسييس الوباء وإثارة النعرات القومية التي تجعل مكافحته محفوفة بالشكوك على نحو أكبر ولا سيما في الولايات المتحدة التي تعرضت لانقسامات سيئة على الصعيد الاجتماعي وبشأن التدابير المضادة للوباء وتطعيم اللقاحات وتوزيع الموارد الطبية لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مختلف الولايات وبين الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية بينما تتدخل الأحادية وينتشر سلوك التهرب من المسؤولية في التعاون العالمي ضد الفيروس وشكل شعار أمريكا أولا حجر عثرة في التعاون العالمي على صعيد مكافحة الوباء وعلى الرغم من أن اللقاح والتطعيم جلب أملا جديدا في التغلب على الوباء على نطاق واسع إلا أن الطلب العالمي الحالي على اللقاح لا يزال يواجه فجوة كبيرة وكشف تقرير صادر عن مؤسسة راندل أمريكية نهاية العام الماضي عن أن بعض الدول المتقدمة تشتري لقاحات بكميات كبيرة من الأسواق الدولية الأمر الذي جعل الدول المتخلفة اقتصاديا تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على اللقاحات والسيطرة على الوباء كما أدى إلى اضطرابات في الوضع الوبائي حصل البلدان ذات داخل مرتفع للقاحات لكوفيد-19 بسرعة بينما لا علاقة لدول الفقيرة بالقاحات لدى الحكومات المسؤولية لحماية شعوبها لكن سلوك البعض سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيوجد الانتياج العالمي ترجمة نانسي قنقر